ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة هذه الكاميرا اشترت من موقع في الانترنت موقع اي باي وصلنا للطرد اليوم وسنكتشف مع بعض نواية هذه الكاميرا يحتاجها كثير من الصيادين في ادخالها الى الجحور والاماكن الغيقة الكاميرا تعمل عبر الوي في للاتصال بالهاتف النقال وهي عبارة على كابل في حوالي خمسة امتار هذه هي الكاميرا هذا كابل يو اس بي وهذه هي الكاميرا هذا رأس الكاميرا وهذا كابل فيه حوالي خمسة امتار هذه لنقربها هذه لتقوية الاضاءة رأس الكاميرا فيه لاد لتقوية الاضاءة في الجحور او في الاماكن الضيقة وهذا حامل الاتصال بالوي في عبر الهاتف هذا ليه الاتصال بالوي في عبر الهاتف هاكذا مكان الشاحن ومكان الاتصال بالكاميرا هاكذا تصبح لديك الصورة هذه الانارة تقوية الانارة وتقليلها والشاشة هي الهاتف النقال عبر الاتصال بالوي في هذه الكاميرا فول اش دي يعني جودة عالية في التصوير كذلك هاك رؤوس الكاميرا هذا ليه تقريب وهذا في الاماكن التي يكون فيها اشياء لجذب الشيء وتعليقه هذا ها ادري بالضبط ماذا استعمالها وهذا لتراءت في الجحر او في اي شيء ضيق فيه عبارة عن مرآت لتعكس الرؤية الى الجنب هذه هي كاميرات الوي في التي تستعمل عندنا نحن صيدين الى الجحور والاماكن الضيقة سنقوم بتجربتها لاحقا وصناعة لكم فيديوهات بإذن الله شيقة وجميلة ورمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر